اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والاسلوب الدعوي اقدمها اليوم لامتي الحبيبة في انحاء الارض لا اقدمها هروبا من الواقع بل اقدمها تصحيحا للواقع لان كثيرا من الناس قد انشغل عما هو آت وانحرف عن منهج رب الارض والسماوات اننا نعيش عصرا طغط فيه الماديات والشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب فاردت ان اذكر نفسي واخواني واخواتي بهذه الاحداث واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيي بها قلوبنا وان يعيننا لنصحح بها واقعنا لنسعد في دنيانا واخرانا انه ولي ذلك والقادر عليه ولا زلت ايها الاكارم اتحدث مع حضراتكم في العلامات الصغرى للساعة وساكتفي بحلقة الليلة ان شاء الله تعالى في العلامات الصغرى لابدأ الحديث غدا ان شاء الله عز وجل في العلامات الكبرى للساعة والله اسأل ان يسطرنا وإياكم في الدنيا والاخرة انه ولي ذلك والقادر عليه من العلامات الصغرى ما رواه البخاري ومسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل وفي رواية البخاري ان يرفع العلم وينقص العمل ويظهر الجهل وفي رواية في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ان بين يدي الساعة بين يدي الساعة ان بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل قد يقول قائل كيف تقول يظهر الجهل ويرفع العلم ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم آه ليس المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم الدنيا وانما علم الآخرة علم القرآن والسنة اما علم الدنيا فهو في ازدياد يعني الرسول عليه الصلاة تكلم عن ان علم الدنيا سيكون في زيادة نعم نعم المراد بالعلم في الاحاديث الاولى التي ذكرتها علم القرآن والسنة العلم بالآخرة اما علم الدنيا ففي زيادة كما هو الواقع الان قال الله جل وعلا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وماذا قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصادق بين يدي الساعة ظهور القلم ظهور القلم ظهور الكتابة انتشار علم الدنيا ظهر القلم وانتشرت الكتابة بصورة ملفتة لا سيما بعد آلات الطباعة الحديثة التي تطبع آلافا بل ملايين الكلمات في الدقيقة الواحدة انتشرت الكتب والصحف والجرائد والمجلات وظهر القلم وكثرت الكتابة بصورة ملفتة فعلم الدنيا في ازدياد في الوقت الذي قل فيه العلم بالقرآن والسنة بل وظهر فعلا الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني اؤكد لكم جميعا ايها الافاضل وسامحوني على هذا الكلام الشديد اكثر اهل الارض جهلاء برب الارض والسماء وبامام الانبياء وسيد الاصفياء وبدين الله سبحانه وتعالى كلام خطر دا يا شيخ محمد اللي بتقوله اؤكد واكرر اكثر اهل الارض يجهلون الله جل وعلا يجهلون المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهلون هذا الدين اسمع معي وتدبر قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اكثرهم تدبر القرآن وقال الله عز وجل وان تطع اكثر اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما امن معه الا قليل وقال جل وعلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور حقيقة ثابتة شرعا وقدرا ان اكثر اهل الارض جهلاء برب السماء والارض وبامام الانبياء وسيد الاصفياء الاتقياء محمد بن عبد الله وجهلاء وجهلاء بالدين الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا لأهل الارض ولأهل السماء ان الدين عند الله الاسلام اكثر اهل الارض كفر بالله جل وعلا لم يحقق التوحيد بالله ولم يحقق الايمان برسول الله اكثر من ستة مليار لم يعرف الله جل وعلا الامة الامة مليار تلت تقريبا منهم من الامة الميمونة المرحومة منهم من لا يعرف اركان الدين معرفة حقيقية صحيحة على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ظهر الجهل فعلا بالقرآن وبالسنة وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركان هذا الدين يعني اركان الاسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة ان يتعرف عليها فرض عين ان يتعرف على التوحيد ان يتعرف على الصلاة الصيام الزكاة الحج ان كان من اهل القدرة والاستطاعة وان يتعرف على الزكاة ان كان من اهل الزكاة اما التوحيد اما الصلاة فلا عذر لمسلم على وجه الارض ان جاهل هذه الأركان لأن العلم بها فرض عين على كل مسلم ومسلمة طيب أنا ما عليك اسمحوني يا اسمحوني وسامحوني أقول لو طرح كثير من أحبابنا هذه الأسئلة على نفسه الآن يا ترى ما علمه بها الركن الأول من أركان الإسلام توحيد ما معنى لا إله إلا الله ما هي مقتضيات التوحيد ما هي نواقض التوحيد ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله أسئلة مهمة جدا الصلاة ما هي أركان الصلاة ما هي واجبات الصلاة ما هي سنن الصلاة ما هي مبطلات الصلاة ما الفرق بين الرك والواجب والسنة بالنسبة لأخواتنا الفضليات ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة وما حكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء أسئلة في غاية الأهمية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم بأركان دينه أن يكون على علم بصلاته الصلاة لا خمستاشر ركن على سبيل المثال الصلاة لها خمسة عشر ركن لابد من أن تحقق لها خمسة عشر ركن طيب هل يترى كثير من أحبابنا وأخواتنا كم يعرف من هذه الأركان والله لا أقول ذلك إلا لأبين لحضراتكم بالفعل أن جهلا فاضحا قد وقع في الأرض وقع في الأرض بين أهل الأرض بصفة عامة وبين كثير من إخواننا وأخواتنا من المسلمين بصفة خاصة بما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم به وعلى بصيرة به والسبب في ذلك أن العلم قد رفع أقصد العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة لأن كثيرا من الناس قد انشغل عن الآخرة وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وشغلته الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب كيف أرفع العلم كيف أرفع العلم وهذا موضوع في منتال خطورة رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رفع العلم أيها الأفاضل ليس معناه أن ينام الرجل يوما أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيئا من العلم لا مش هو هذا المراد مش هو هذا المعنى القبض العلم أو لرفع العلم إذن ما هو المراد اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال المصطفى إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء آه هي دي المصيبة أكبر مصيبة ابتقى في الأمة أن يموت عالم أن يموت عالم والذي يدمي القلب أنه ربما يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك أو هناك ولا تعلم الأمة بموته لأن كثيرا من الفضائيات ولأن كثيرا من وسائل الإعلام انشغلت عن هؤلاء الأطهار الأفاضل وركزت الأضواء على غيرهم على غيرهم مع أن الأصل أن يقدم هؤلاء للأمة كلها أن يقدم أهل العلم أن يقدم أهل الفضل أن يقدم من يقول قال الله جل وعلا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعلم وفهم وبينة ودليل فموت العالم من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتدبر قول النبي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا يا هذه المصيبة جهالا ومع ذلك يتجرؤون على الفتوى واقع عليه حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يبقى الدليل على أن المراد بالعلم في حديث رسول الله الذي سيرفع هو علم القرآن والسنة الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة إلا برفع العلم برفع علم القرآن والسنة إلا بقبض العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بعلم بدليل ببينة بفهم دقيق لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة الكبرى التي تمر بها الأمة الآن أن رؤوسا جهالا تجرأوا على الفتوى وتجرأوا على العلم وأنا أقول بملء ثمي نرى فوضى في الفتوى على الفضائيات لدرجة أن الناس الآن يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا عامة المسلمين يتعرضون لفتنة ولكن سدق مين ده الفضائيات الآن بتظهر الشيوخ وأهل العلم على أنهم ديوك يتصارعون ويتناحرون وكل له قول يا أخي القول في دين الله تبارك وتعالى ليس لي وليس لك وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض إن كنت تملك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين وتابعيهم الأخيار فحي هلا تكلم بعلم تكلم ببينة تكلم بدليل أما أن يظهر فلان أو أن تظهر فلانة لنتكلم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة بغير بينة وبغير علم وربما أقدم العقل على صريح النقل في كتاب الله أو على صحيح النقل في سنة سيدنا رسول الله بدعوى العلم لا فليس هذا من العلم ليس هذا من العلم العلم قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق كما سأبين في حلقة الليلة واسمح لي أن أفرد الحلقة كلها لهذا الموضوع الخطير لما تعانيه الأمة الآن من فوضى في قضية الكلام والفتوى في دين الله تبارك وتعالى بغير علم أسأل الله أن يرزقني وإخواني جميعا من أهل العلم الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق فإنه ولي ذلك والقدر عليه العلم أيها الأفاضل إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رفع العلم وقدمت كثير من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكتب لتتكلم لتوجه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله والفتنة الكبرى الفتنة الكبرى حين يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير دليل وبغير فهم دقيق لمراد الله ورسوله من أناس يتكلمون بألسنتنا وألبسون ملابسنا وأزياءنا لذلك أقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر أي قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال المصطفى نعم قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يا سلام على الصادق صلى الله وسلم وبرك على من ينطق عن الهوى قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر تعرف منهم ستسمع كلاما أيو ده كلام صح ده كلام صح وستسمع كلام مش ممكن مش ممكن كن ده كلام ربنا ولا ممكن كن ده كلام النبي ولا ممكن كن ده هو الإسلام تعرف منهم وتنكر قلت قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم يا رب سلم دعاة أي ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال حزيفة قلت صفهم لنا يا رسول الله قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يبركك الموت وأنت على ذلك صلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم فتن فتن رهيبة رفع العلم ليس معنى ذلك أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لا ليس هذا هو المراد أيضا بل يظهر الجهل بصورة أكثر ويقل العلماء الربانيون أما أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين اللي بحجة فلا 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 إذ لابد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان أرجو أن تكون المسألة واضحة حتى لا يستشعر أحد أحبابنا بتعارض في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة طائفة طائفة شاهد كلام النبي الغالي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لظ وهم ظاهرون على الناس يبقى لابد أن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه لتبين الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجهر فبصفة عمه يكثر الجهل بالقرآن والسنة يكثر الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك أيها الأفاضل النبي عليه الصلاة والسلام كرم العلم وزك العلماء والقرآن الكريم قبل ذلك بين فيه ربنا تبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات تدبر معي قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مستحيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل وقال جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الله أكبر إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله ثم الملائكة ثم ثلث بأهل العلم قال ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح شهد الله أنه لا إله إلا هو أول من شهد الله بالتوحد هو الله ثم والملائكة ثم أولو العلم وأولو العلم العلماء عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بالعلم وبطلب العلم وبالعلماء حفا وبالغة يقول لعلي رضي الله عنه والحديث الصحيحين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ياه شيف مكانت العلم بيقول للنبي لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شيف الكرامة والمكانة بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي راه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء الأسماك حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الله اللهم اجعلنا ويكون من أهل العلم الربانيين الصادقين نبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رأى الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه ذكر له رجلان ذكر للنبي رجلي ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم رجل متعبد خاشع خاضع أواب ذكار شكار والرجل الآخر عالم اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يا من يقدر يحدد ديه كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة شوف فضل العلماء فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير إيه الفضل ده إيه الكرم ده في صحيح مسلم في صحيح مسلم الحديث أبي يريرة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه في كلام النبي جميل صلى الله عليه وآله وسلم بل في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث صفوان بن عسال المرادية رضي الله عنه بيقول إيه وقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على برد له أحمر ودخل عليه صفوان ابن عسال المردي فصفوان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني جئت أطلب العلم إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا ده اللي بيقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم خلي بالك من البشرة دي إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب لا لا تاني 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 ذي كرامة عالية جدا قال النبي مرحبا بطالب العلم مرحبا فمرحبا بك أيها الأخ الكريم يا من تحرص على هذا المجلس من مجالس العلم في أحداث النهاية وغيرها مرحبا بك أيها الطالبة للعلم والحق هذه ساعة أرجو الله عز وجل أن ينزل فيها علينا من رحماته وسكينته وبركته إنه لذلك والقدر عليه هذا مجلس علم قال إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب بل ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بين أصحابه يحدثهم نبي جلس في مجلس علم مع الصحابة فدخل ثلاثة نفر الأول رأى فرجة في الصف فجلس فيها سد الفرجة والثاني استحيى أن يتخط الصفوف وهذا أدب مفقود إلا من رحم ربي يعني يتخط كثير من أحبابنا من طلاب العلم الصفوف بصورة مخالفة للهدي النبوي أما الثاني استحيى فجلس خلف الحلقة أو الحلقة أو خلف الصف طبو الثالث أعرض لا حول ولا قوة إلا بالله أعرض عن المجلس النبوي فلما فرغ النبي من مجلسه قال لأصحابه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول اللي هو مين أيوة اللي جلس في الفرجة اللي سد الفرجة في الصف أو في الحلقة قال أما الأول آوى إلى الله فآواه الله طيب الثاني الذي استحيى أن يتخط الصفوف فجلس في آخر الحلقة قال وأما الآخر استحيى فاستحيى الله منه طبو لأعرض بأه قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ما تعرضش عن القرآن والسنة والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن القرآن والسنة إلا حين قبض العلماء الربانيون وتقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة لتتكلم في دين الله تبارك تعالى بغير علم بغير علم وقضية العلم قضية كبيرة جدا لأنني ألمح الآن خطرا بالغا في فتاوى كثيرة لا سيما على شبكة الإنترنت وفي كثير من المواقع وكثير من أولادنا وشبابنا صار يستفتي هذه المواقع في المسائل الخطيرة الكبيرة التي لو عرضت مسألة منها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها ورب الكعبة الصحابة من أهل بدر أسأل في منتال خطورة عشان كده نبأولي أخوانا أن قضية العلم من أخطر القضايا بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين وبين العلماء الربانيين الصادقين من أخطر التحديات التي تواجه الأمة أن يحال بين الشباب وبين العلماء الحقيقيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بفهم أكرر بفهم دقيق ووعي عميق لكتاب الله ولسنة رسول الله وللواقع الذي تحياه أمتنا الآن قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع يا الله يقدم فهم الواقع الذي نحياه على فهم القرآن والسنة فهم الواقع العلم الثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على الواقع الذي ندرسه ونبحثه يعني أبل ما تكلم أقول قال الله وأقول قال الرسول أنا فهم الواقع ألا لا على بصورة بواقع الناس ألا لا على دراية بواقع الامة وحجم المؤامرة التي تحاك لها ولا لا القضية من اليسير جدا ان احمس شبابنا ومن اليسير جدا ان احرك العواطف سهل اوي كلمات والنسحة تبكي وطعيط ونمسح دموعنا وانتهى الموضوع لكن من الخيانة من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ان اكون جاهلا بواقع الامة وان لا اكون على بصيرة بواقع العالم وان اقدم لشبابنا واحبابنا من اولادنا وابنائنا ادلة دون تحقيق مناطات هذه الادلة ودون ربط صحيح بفهم دقيق ووعي عميق بين هذه الادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وبين الواقع الذي تحياه الامة خاصة وتحياه البشرية عامة قضية فمنتها الخطورة عشان كذا بنقول يا اخواننا لابد من الفهم في العلم لابد من فهم الدليل من كتاب الله والدليل من سنة سيدنا رسول الله استنى شوية ما تستعجلش اخي الحبيب الدليل صحيح ماشي على رأسي في عيني وقلبي الدليل في القرآن على رأسي الدليل في البخاري في عيني الدليل في مسلم في عيني وفي قلبي ما فيش حرج بس انتظر شوية انت فهمت الدليل حققت مناطة الدليل لابد معرفة الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ خضية كبيرة يا اخواننا لابد من الفهم لمراد الله في قرآنه لابد من الفهم الدقيق لمراد سيدنا رسول الله في سنةه وإلا الدليل موجود لكن الدليل ليس منتهى العلم اخاطب شبابنا في انحاء الارض تمهى الاخ الحبيب وتمهى الولد الغالي الدليل ليس منتهى العلم دليل في القرآن والسنة تقول ليس منتهى العلم نعم لابد ان تكون فاهما للدليل لابد ان تكون فاهما للدليل لابد ان تحقق مناطة دليل لابد ان تكون على بصيرة بتحقيق المناطات العامة والخاصة التي لابد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركات الواقع المتغيرة والمتجددة اصبر شوية راجع الربانيين من العلماء والأمة لا تخلوا منهم كما ذكرت الفضلين من أبناء الطائفة المنصورة صح ظهر الجهل فهذا يلزمنا ويحتم علينا أن نراجع الربانيين من العلماء وأن نرجع لنفهم مراد الله ولنفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم يبوب بابين في غاية الفقه الأول باب العلم قبل القول والعمل يا سلام يا سلام على الترجمة الفقهة يعني أبل ما تكلم وأبل ما أعمل لابد أن أتعلم باب العلم قبل القول والعمل وصدر الباب بقول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال الحافظ ابن حجر أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين بالعلم في قوله تعالى فاعلم وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل قال ابن حجر رحمه الله قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل قبل ما تكلم لازم أتعلم وقبل ما اشتغل أتحرك أوعى تتحرك أبداً قطوة أوعى تخطو على الطريق قطوة أوعى إلا بعد ما تتعلم إلا بعد ما تسمع عن الله وتفهم عن الله وتفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي في الله حماسك وحده لا يكفي على رأس من فوق إخلاصك للدين على رأس من فوق لكن حماسك وإخلاصك لا يكفيان بسهي عاوز ايهيه تاني لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع أقولها تاني والله بقولها لله ورب الكعب لله لابد أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع وإلا وإلا أوردها سعد وهو مجتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل هنضر ونحن نريد النفع سنفسد ونحن نريد الإصلاح سنسفك الدماء المحرمة باسم الجهاد في سبيل الله سنفسق باسم الغيرة على الدين سنبدع باسم الأمر بالمعروف والناية عن المنكر والقضية ليس كذلك قضية ليس كذلك الخوارج كفروا عليا الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه عليا انت عاوز تقول عليا دهو وعلي ابن أبي طالب فيه ناس كفروا من هؤلاء الخوارج من الخوارج دول كلاب أهل النار كلاب أهل النار كما قال النبي المختار دول إيه دول دول كانوا من أعبد الناس والدليل ما شاء الله يستدل بالدليل من القرآن هوى مية كفروا عليا والأدل حضرة ما أقول الكلام ده يا شيء محمد أهو الله يا أخوانا والله العظيم القضية منتهى الخطورة كفروا علي بأدل من القرآن من القرآن أيوة رحلهم ابن عباس تعال وكفروا علي ليه ده كانوا في جيش علين رضي الله عنه وخرجوا على علي بعد قضية التحكم بين علي ومعاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله ذهب إليه ابن عباس تعال وكفروا علي قالوا لتلت أسباب والله يتخلي بالك معايا وأنت يا أختاه قالوا هاتو ابن عباس قال هاتو إيه قالوا الأولى حكم علي الرجال في دين الله والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله وبذلك أكون علي قد كفر على طول كرت الأحمر بره الملعب بره الدين خالص مش ممكن والدليل موجود إن الحكم إلا لله الله أكبر دليل قرآن فحد الشيء ضرورة مش آية قرآنية بس المصيبة إنه فيهم الآية فيهم الدليل حقق مناط الدليل بسرعة كده الجيب الدليل استنى يا سيدي اصبر يا عمي افهم الدليل عن الله افهم مراد رسول الله وإلا والله العظيم سنضل ونضل سنضل ونضل فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا طيب دي واحدة قال لهم تابوا التانية قال له التانية قاتل أقواما يقصدون عائشة وطلحة والزبيرة ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله قاتل علي أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم فلإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم ولإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم ده كلام خطير جدا دي شبهة مصيبة دي يا الله يعني أي واحد كده ما عندهش فهم للدين ولا عنده علم يقول لك آه والله ده كلام ده صحيح ده كارسة ده فعلا علي عمل كده رضوان الله عليه طب والتالت قالوا له والتالت أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين يا الله بس شايف الأدلة الأدلة حضرة وجهزة وبيستدل على كلامه بآيات من كتاب الله وبالعقل وكل شيء الله على نور العلم اللي احنا محتاجينه الآن في عصر الفضائيات وعصر الانترنت وعصر الذرة وعصر هذه المواقع الخطيرة التي تعلم أولادنا صناعة القنبلة والابن متحمس ومخلص وعاوز يعمل أي حاجة للدين بس ما عندهش فهم وما عندهش علم وما عندهش بصيرة بأقوال الربانين من العلماء الصادقين فبروح ينطلق وتحدث المصائب باسم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ابن عباس خلي بالك أرأيتم لو بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله أترجعون قالوا اللهم نعم هات يا ابن عباس شوف نور العلم بقى اللي بيبدل ظلام الجهل وهذا جهل خطير جدا هذا جهل الجهل قبل الموت موت لأهله الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم أقصد أقصد أجسام الجهلاء الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشوره جهل مدقع مؤلم قال ابن عباس الأولى تحكمون على علين بالكفر لأنه حكم الرجال في دين الله أنا أسألكم بالله أتحكم الرجال في دين الله لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكم الرجال للإصلاح بين رجل ومرأته أولى قالوا اللهم إن تحكمهم لحقن دماء المسلمين أولى قال فإن الله حكم الرجال للصلح بين رجل ومرأة بنص القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما دلوني بالله عليكم أتحكم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكم الرجال في أرنب يقتله الرجل بلباس الإحرام ثمن الأرنب ربع درهم أيهما أولى قالوا اللهم إن تحكم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى قال فإن الله قد حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم مذكور ذلك في كتاب الله قالوا أين هو يا ابن عباس قال في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم ببساطة كده كانوا من خمس دي بكفروا عليا لجهلهم بهذه الأدلة من كتاب الله لسوء فهمهم العقيم لكتاب الله ولسنة رسول الله شايف خطر الجهل بالقرآن والسنة شايف خطر عدم الفهم الدقيق والوعي العميق بأدلة القرآن وبأدلة السنة لنبينا عليه الصلاة والسلام مسألة في منتهى الخطورة وأنا بحذر ولطالما حذرت وقلت ما خرج الخوارج على علي بالسلاح إلا بعد أن خرجوا عليه بالفكر والتنظير عشان كده أنا بحذر ولطالما يعني كلمت كثيرا من أحبابنا وإخواننا من المسؤولين وغيرهم لن يكون خروج بالسلاح إلا بعد خروج بالفكر والتنظير تنظير الفكر فمتال خطورة مستحيل وصاحب العقيدة لن تستطيع أن تقتلع عقيدته بمواجهة بالسلاح أبدا وإنما تقتلع عقيدته وتصحح عقيدته بالفكر فالفكر لا يصحح إلا بالفكر والعقيدة السيئة لا تصحح إلا بعد أن تخلع وتقتلع من القلوب وأن تمتلع القلوب بالعقيدة الصحيحة بالفهم الدقيق والوعي العميط لمراد الله ولمراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس والثانية أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم دلوني بالله عليكم أكنتم تريدون أن يسبع علي أمه وأم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة إن قلتم نعم فقد كفرتم لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أخرجتم من هذه قالوا اللهم نعم طب والتالتة قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين فإلا يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين قال ماذا تقولون إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازل عن صفة الرسالة يوم الحديبية والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب واللي كتب الصلح علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب معقول لما أتى رسول قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر فقال سهيل بن عمر يا محمد هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابة في الحديبية منعوا النبي من الطواف ومن قضاء العمرة ووقعوا معه عهدا وعقدة اللي كتب العهد والعقد علي بن أبي طالب اكتب يا علي النبي يقول له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم لا 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 استنى استنى سهيل بن عمر بيعتارد ايه الرسول السمالش حاجة قال له والله أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم يا سلام اللهم صلى وسلم وبارك على المعلم والمربي والقدوة والأس فقال سويل بن عمر والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله يا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي أمحو امسح يعني رسول الله قال لا لا والله والله لا أمحوك أبدا أنا أمحو كلمة محمد رسول الله مش مستحيل مش ممكن النبي قالوا تب شور لي عليها كده صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين فين يا علي الكلمة دي يا الله فأشار علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده وكتب قال ابتب هذا ما قضى لمحمد بن عبد الله في غير رواية الصحيحين دي رواية البخارة مسلم في غير رواية الصحيحين النبي بيقول لي علي اكتب يا علي امحوها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوم صلى الله وسلم على الصادق لعلك تضطر لمثلها يوم واضطر بالفعل اضطر علي رضي الله عنه لها في يوم التحكيم لا اله الا الله عاد مع ابن عباس في اليوم ده اكثر من ستة الاف من هؤلاء الخوارج الذين كانوا قبل هذه المناظرة مع ابن عباس يكفرون علي رضي الله عنه العلم الفهم يا اخوانا عشان كده البخاري الباب التاني اللي انا ذكرته باب العلم قبل القول والعمل الباب التاني الباب الفهم في العلم يا سلامتاني والله الترجمة دي باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم الفهم الفهم فض الله يتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم الصديق رضا الله علي النبي وقف على المنبر والحديث في الصحيحين وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بينان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله أنا الصديق وقف فديناك بآذائنا وأمهاتنا يا رسول الله إيه ده نصبق على الصديق الصديق يقول لي كذا يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث فكان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا بمراد رسول الله حيث فهم أن العبد المخير هو رسول الله شايف نعمة الفه سيدنا عثمان العفان أتوا له بمرأة ولدت بعد ستة أشهر من الزواج فاتهمها بالزنة ما فيش امرأة تولد بعد ستة شهر أكيد المرأة دي والعذب الله وقعت في الزنة وأراد أن يقيم الحد عليها قال ابن عباس تمهل يا أمير المؤمنين وفي رواية علي رضي الله عنه تمهل يا أمير المؤمنين فقد تضع المرأة ولدها لستة أشهر إيه الكلام ده جبت الكلام ده منين يا علي أو يا ابن عباس قال له من القرآن لا لا مش ممكن الكلام ده في القرآن ممكن المرأة تولد بعد ستة أشهر في القرآن ده أنا قرأت القرآن من الفتحة للناس ما فيش الكلام ده هي الفهم بقى نعمة الفهم جبت الكلام ده منين خلي بالك قال من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر الحمل والرضاع ثلاثين شهر وحمله وفصاله ثلاثون شهر طب الرضاع بس 24 شهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع اطرح بقى 24 من 30 إذا بقى ستة أشهر قد تلد المرأة فيها ولدها ونجى الله المرأة من إقامة الحد بفهم علي أو بفهم ابن عباس يا الله دفهم راقي أوي عمر بن الخطب يسأل الصحابة ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قاله يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه قال له طب وانت ابن عباس ويتقول ليه كان غلاما شابا صغيرا في مجلس الشورى الذي اختاره عمر قال له انت ابن عباس ماذا تقول فيها قال أنا يا أمير المؤمنين لا أقول بهذا إنما أقوله بغيري هذا قال له بتقول ليه قال أقول إنها يعني الصورة أجل رسول الله أعلمه الله إياه يا الله انت طلعت أو كلمة ابن عباس عشان تستوعب المعنى أجل رسول الله أعلمه الله إياه فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما قد علمتها ابن عباس نعمة نعمة كبيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعمة الفهم عشان كذا ربنا يقول ليه ففهمناها سليمان داود وسليمان نبياني كريمان لكن داود حكم في القضية وخالف حكمه ولده سليمان فأثنى الله تبارك وتعالى على فهم سليمان للقضية فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمه لكن نعمة الفهم نعمة عظيمة ذلك فضل الله ففهمناها فالفهم فضل من الله جل وعلا ثم يأتي الفهم بالتحصيل بالجلس بين أيدي الربني من العلماء بمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بعدم التصرع في الفتوى بعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى وعلى القول في دين الله بغير علم كل هذا يحصل به العالم أو طالب العلم هذه النعمة العظيمة بعد التذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى نعمة الفهم أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا من أخطر صور الجهل الجرأة على الفتوى جهل من أخطر صور الجهل التعالم التعالم يبقى الإنسان مش عارف الدليل ويتعالم يأتيني سؤال مثلا من هنا أو هناك فأنا أستحي أقول لا معقول الناس يقول لا أعمل أتفرق عليها دلوقتي والأخ ده يسألني السؤال أو الأخت دي وأنا أقول ما أعرفش فأتعالم بقى واتنفخ وتكبر وأتكلم في دين الله بغير علم قمة الجهل أحط صورة من صور الجهل بعد الجهل بالله والجهل برسولي والجهل بالدين أن أتعالم على الخلق وأنا ما عندش دليل في المسألة ليه إيه اللي يمنع أن أقول إن شاء الله أجاوبك في الحلقة القاية إيه اللي يمنع أراجع المسألة أراجع كلاما ربانيين من العلماء الصادقين اللي ما خلوا لنشأ أي حاجة بل ذكروا لنا كل شيء مطلوب بس أن أنا أرجع وأوفر لنفسي شيئا من الوقت والصدق والتضرع إلى الله جل وعلا أن يعلم أنه أن يفهم أنه أن أراجع بس مراجع أهل العلم فيها كل شيء يعني أودع علماؤنا في هذه المراجع كل شيء ما لم يترك لنا شيئا والله بس عوز تجرد لله عز وجل اللهم رزقنا ياكم الإخلاص والعلم والفه يبقى التعالم تعالم من الإنسان يدعي العلم وما عندهش علم ما عندهش دليل ما عندهش دليل في المسألة ممكن يبقى عالم بس يتجرأ ويتعالم في مسألة ما عندهش فهذا دليل بصورة من صور التعالم وهذا التعالم يفتح بابا جائرا ظالما ألا وهو باب الدخول على الله تبارك تعالى أو الكلام ألا هو باب الكلام على الله تبارك تعالى بغير علم بغير علم المتعالم هو الذي تذبب قبل أن يتحصرم مستحيل العنى بيبقى سبيب قبل ما يبقى حصرم أبدا أو المتعالم بقى بيقفز القفزة دي الذي تذبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ وادع العلم قبل أن يتعلم ذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد ما كانش بيتورع أبدا أن يفت في أي مسألة والرجل علم في كل شيء وفي أي باب حتى لو يسألوه في الطب حيجاوبه والهندسة برضو هيعمل رسم كل حاجة جاهز واشاء الله لا قوة إلا بلا سبحان الفتاح العليم يعني فالناس ألوا بعض أهل الفضل من طلبة العلم من نجباء قالوا الرجل دا خطر كذا على الناس أو زنبين للناس خطرة بإزاي قالوا طيب نختلق كلمة ملهاش أصل أبدا لا في اللغة ولا في الدنيا ونأتي عليه في مجلس علمه وسنسأل عن هذه الكلمة وسنؤكد للناس أن الرجل سيتكلم فيها بغير علم لنبين لهم أن الرجل جريء على الله قالوا معقول تاب نجرب راحوا اختلقوا كلمة غريبة جدا اسمها الخنفشار وخلي بالحضرتك الخنفشار غير الفشار الخنفشار وراحوا على الشيخ رجل جالس ما شاء الله وسألوه يا مولانا والله بس كنا نود أن نتعرف فضلتكم على الخنفشار أيوة قالوا الخنفشار قال نعم نبت طيب رائحة ينبت في أطراف اليمن عشان تخده وانت ساكت تروح تدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار خلاص هو نبت هناك خدوا خلاص نبت طيب رائحة ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها كما قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا وقال فيه القرطبي كذا وكذا وقال فيه رسول الله صلق بس 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 اسكت أيها الكذاب الجراب العياب كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولزالت الأمة تبتلى بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين المتعالمين الذين يتكلمون في دين الله بغير علم بغير دليل بغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله بل ويتجرؤون على الفتوى وأنا ألمح الآن مع إخواني جميعا من المسلمين والمسلمات ألمح مرحلة فوضى عارمة في الفتوى على شاشات الفضائيات أسأل الله أن يبصرني وإخواني جميعا بالحق والعلم إنه لي ذلك والقدر عليه من أخطر صور الجاهل يخواني الجرأة في الفتوى اللي بيتجرأ ده إنسان جاهل فعلا اللي بيتجرأ على الفتوى بدون علم وبدون بيّن وبدون دليل ده إنسان جاهل فعلا والله العظيم جاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم لا يمنع أبدا فتوى لا استنى معرفش دلوقتي هقول لك الحلقة الجاية هقول لك الأسبوع اللي بعده ما فيش مشكلة على الإطلاق ترفع نفسك عند الله بل وعند الخلق إن كنت من الصادقين هو فيه أخوانا أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب عوتب لما قال أجيبكم غدا ولم يطرق ولم يعلق الأمر على مشيئة الله جل وعلا ونزل القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يا سلام عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن عمر عالم في الزهد وعالم في القرآن وعالم في السنة وعالم في العبادة وعالم في الوقت عالم عبد الله بن عمر يقول الزهري عن خالد بن أسلم كنا مع عبد الله بن عمر مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر فجاءه سائل فقال ابن عمر يا أبي عبد الرحمن فالتفت لابن عمر فقال السائل أترث العمه العمه بتورث فقال ابن عمر لا أدري نعم ابن عمر بيقول لا ادري الله اكبر ده كلمة حلو اوي والله ما اجملها واروعها واطعمها من كلمة لا ادري اذهب الى العلماء فاسألهم فقال السائل انت ابن عمر تقول اذهب الى العلماء فاسألهم قال نعم والله لا احسن جواب مسألتك فاذهب الى العلماء فاسألهم فانطلق السائل وهو يضرب كفا بكف وقبل ابن عمر يد نفسه السائل مشى عبدالله ابن عمر قبل يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري الله فيندول سئل عما لا يدري فقال لا أدري يا سلام إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم والعلماء يقول تلميذه النجيب الشافعي الشافعي تلميذ مالك حفظ الشافعي موطأ مالك في تسع ليالي تسعة ليالي أو تسع ليالي جالس الشافع وشب صاب صغير حفظ الموطأ كاملا عن ظهر قلب وكان الشافع ربنا أتى حافظه يعني شديد جدا فلما ذاب إلى مالك ليطلب العلم على ذي قال له مالك حين قرع عليه الموطأ من حفظه ولم يلحن في كلمة من كلمة اللغة قال له مالك يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية الشافعي تلميذ مالك النجيب ده بيقول صاحبت مالكا فسئل الإمام مالك في ثمان واربعين مسألة فقال مالك في اثنتين وثلاثين منها لا أدري معرفش الشافعي أستاذ أحمد أستاذ أحمد بن حنبل يقول إسحاق بن رهوي قال لي أحمد تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله قال إسحاق فأراني الشافعية فنظرت الشافعية في الفقه فلم أرى أفقها منه فنظرت الشافعية في القرآن فلم أرى أعلم منه فنظرت الشافعية في الحديث فلم أرى أعلم منه فنظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة ووالله ما رأت عيناي مثله وهو جلس في مجلس علمه يأتيه سائل الشافعي فيسأل الشافعية في مسألة فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيقول الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي يا الله ده احنا فعلا غاية في الجرأة أخوانا والله ما أبرئ نفسي والله وما أبرئ نفسي بل يتردد في أذني وفي قلبي الآن قول القائل وغير تقن يأمر الناس بالتقه طبيب يداو الناس والطبيب عليله إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم ننزلت لي في البراية وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني والله ما تكلمت في هذا من باب الشعور بالأهلية وإنما من باب الشعور بالمسئولية وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب نعم نحن في حاجة إلى علم بكتاب الله وإلى علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالصدق والإخلاص والتضرع والتذلل والجلوس بين أيض الربانين من العلماء وأن يفرغ كل واحد من أحبابي وإخواني وقتا ليتعلم مهما كانت وظيفتك ومهما كان منصبك ومهما كان جاهك واجاهته لابد أن تفرغ وقتا من وقتك لتتعلم عن الله ولتتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم فقال له سبحانه وقل رب زدني علما أيها الأفاضل سامحوني صدعت قلوبكم بهذه الكلمات لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها الحقيقة أنا مش عاوز أطول أكثر من كده في العلمات الصغرى للساعة في علامات مقترنة مع العلمات الكبرى زي المهدي كما سأبين إن شاء الله زي هدم الكعبة كما سأبين إن شاء الله فدعونا نتحدث عن هذه العلمات في حينها وفي وقتها مع العلمات الكبرى وسأبدأ غدا إن شاء الله تعالى بالحديث في العلمات الكبرى للساعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يسطرني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام يعز المسلمين إنه لي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله